اشتركوا في القناة خلال جلسة مجلس النواب العادية الرابعة عشرة التي ترأسها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس طرح السادة الأعضاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة وبشأن التعاقد مع شركات خاصة لقراءة عددات الكهرباء إلى جانبي عدد العاملين الأجانب في مملكة البحرين طبعا موضوعنا اليوم كان قيامي بتوجيه سؤال لساعدة وزير الكهرباء والماء حول قيام موظفين أو موظفين تابعين لهيئة الكهرباء والماء بتسجيل 7000 قراءة تعداد وهمية قامت وزارة الكهرباء باتخاذ الإجراءات وتحويل موضوع للنيابة ولكن كانت هناك استفسارات كثيرة حول هذا الموضوع أولها هل هذه هي الحادثة الأولى والأخيرة ولكن كانت هناك حوارث مماثلة أضرت بالمواطنين نحن كل من ينطالب فيه سلم كالا الشفافية وإن كان فيه متضررين تقوم الوزارة بالتحقيق في الما سبق والتأكد من مطابقة الفواتير طبعا تكلمنا عن موضوع العمالة السائبة والعمالة النظامية بالنظام الجديد وهذا طبعا بلا شك يأثر بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتناهيات الصغيرة نحن من وجهة نظرنا في مجلس الشعب مجلس النواب يعني نحب أن نوصل صوت صغار التجار وكذلك الناس بأن هذه العمالة عمالة خطرة على مستوى الاجتماعي والمجتمعي في مملكة البحرين من جانبها أكدت الحكومة ممثلة بوزير العمل أن الوزارة لديها خطة متكاملة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة لضمان التوظيف للبحريني كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بكل جهد في توفير كل ما يلزم لطلبة الحالة الخاصة بالمدارس أوضحنا من خلال النقاش المبادرات التي تقوم بها الحكومة حاليا أو أبرزها جذب الاستثمارات من الخارج والنتائج التي حققتها هذه السياسة النقطة الأخرى ما تقوم به تمكين من معالجة فجوة الكلفة بإعطاء دعومات مالية سخية لكثير من التخصصات الباحثين عن عمل بيانت في الواقع الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من خلال المعلمين الموجودين في الميدان ومن خلال أيضا طبعا البرامج المخصصة لهذه الفئة بحسب التحديات الذهنية الموجودة وأيضا بيانت الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى في عمليات التشخيص التي طبعا يصدر من خلالها تقارير تساعد وزارة التربية والتعليم في وضع الطلبة حسب حالاتهم الذهنية إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية هذا القانون أنه يتم التعامل بالعملات الخليجية وهذا يعطي قوة حق العملات الخليجية ويمهد حق أن نحن نوحد في العملات الخليجية مستقبلا بعدها وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال ومن أبرزها قيام الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لرفع رواتب ومكافآت الأئمة والمؤذنين إلى جانب الموافقة على طلب إصدار بيان بمناسبة نجاح استضافة وتنظيم المملكة لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرماني الدولي والاجتماعات المصاحبة طلنا نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر